الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله كتك منكر مكوب وسان أنباومت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أموكميا لakini wengi katika wa islamu leo wakawamunkar kama ule wawona nikitucha kawaida بالi kukejeli wale wanaufuata sunna ya mtumu Muhammad صلى الله عليه وسلم katika sualaido nanuri jambula isbali la mtu kufanguwa yake ikawa imeteremuka chini ya macho mavidi ya mekuwa yake na hiyo ni kwa wanaume عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فكرر في الثالثة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر رضي الله عنه أرباء خابوا وخسروا من هم يا رسول الله كم صلى الله عليه وسلم كوزد وهي عذاب وتكيبات هووات نقوزد وهي ذامي أكرير هاي منين مرتاد أبو ذر رضي الله عنه وأرباء أثامكم من بيمتوم صلى الله عليه وسلم ومن خسريك هوات من أكننان يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكادب رواه الإمام مسلم وأحمد المسقل يولي أتخيضانه وياكي إكا شكتين يا ما شماريني هو ينيا أنا يكسدي وميونغ ولمعاه والمنان نيولي أنا يتورك شباد يكتورا أكاوي وجسيفنا كجيبنيك ويولي والمنفق سلعته بالحلف الكادب نيولي أنا يؤوز بidayاكي وفي أبو في أبو وانغو والله إني ميلون وكوبي فلاني تنا وينمي كوزيسانا إكا ونمو وانغو كاتكما داياكي كما يالي إيلي أوزي كووز بidayاكي كما يالي هو يني كاتكوالي أمبو مأموتوم صلى الله عليه وسلم أميتاج على أبو ياكي كما يالي ثلاثة لا يكلمهم الله الله سبحانه وتعالى هدثوا همزن ووزقوا يا قيام ولا يزكيهم ولا هوتكاسن وسفيش مذنبياهم ولا ينظر إليهم ولا هو تزامها توتزام ولهم عذاب أليم لو تبتع ذكال بلي الله سبحانه وتعالى عن أبي غريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى المثب ليوم القيامة ثم صلى الله عليه وسلم سيما الله سبحانه وتعالى همتزام أنيفاء إسبال سيكو يا قيام لجي أموزيك عباد الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي في الكبرى بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزارف في النار عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان ابن أبي سهل يا سفيان اتق الله وارفع ثوبك منكي الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يحب المسلم الله سبحانه وتعالى سوفياني سبحانه وتعالى ويقول قيمت محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابن سويد رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره نلمونمتوم صلى الله عليه وسلم لكن فواك ونموجك تكوات وثقيف انبكات كمبيا نقج هراك من مياته حتى أخذ ثوبه فقال اكشيك انبوياك نكون من بي ادق الله ارفع ثوبك امشي الله سبحانه وتعالى بيبي ينووا انبوياك فرفع الرجل ثوبه إلى ركبتيه فقال يلباناك انبوياك انبكك نمقوتي اكا من بيانفوم صلى الله عليه وسلم اني رجل احنف ممن امتلنا متيجي إلا وإزاره على أنصاف على أنصاف ساقيه رضي الله عنه وأرضاه حتى ما ترواه الإمام أحمد هو يبانا بعد يكسكي من الهاء يمتلنا صلى الله عليه وسلم هو يصحاب سيما هكوا نكانا اسفوقوا نكووا يأتي انبكتك بتفكي موتي آمد تفني استهزاعنا صلى الله عليه وسلم ثم ليتق الله قوم ومتي الله سبحانه وتعالى وات صلى الله عليه وسلم يا أخي حتى لو كان فيه اختلاف بين العلماء يا ووهو تشيكي نمانا نمتلنا متمل صلى الله عليه وسلم ما أسفلا من الكعبين من الإزار بفنار چطوة كنا تشوك كتني متمويني يمغو katika مгу ويأكو نويفا بسي أجويني موتو والله ما تستاهل يا أخي هاي تكيكاني مpatikanي نجامبو كما إلو سنتمي تاميني أو تاتو ثم ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم إن المحب لمن يحب مطيع إكي وكواركم بين دمتوما صلى الله عليه وسلم بسي لكم تيمتو محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطن عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر